تقليدياً تسبق دائماً موجة تسونامي ولم يمت أي فرد من قبيلة تشاو بسبب هذه الكارثة ولكن جرفت الموجة التي بلغ ارتفاعها عدة أمطار العديد من المنازل في القرية ولم يبقى من منزل ابن كيم شيئاً عندها كان على الشاطئ لما سمع ما بدله صد انفجارات لكن بفعل الخبر الموروث عن الأجداد توقع مكان يمكن أن يحصل علمون أن المياه تتراجع وتغير لونها بينما يصبح سلوك الطيور وغيرها من الحيوانات غير عادي وقد سمحت له هذه المعرفة بالالتحاق بأولاده وإنذار السكان الآخرين والصعود إلى مناطق مرتفعة قبل أن تجدح الموجة الشاطئ ومع أن أحداً من هؤلاء لم يتوفى في ذلك اليوم إلا أن تسونامي غير جذرياً طريقة عيش القبيلة التقليدية على الجزيرة وانخفض عدد سكانها من 500 إلى 100 نسمة في غضون 10 سنوات اليوم يعيش معظمهم على البر الرئيسي ولم يبقى سوى مجموعة صغيرة من المتمسكين بالتقاليد الذين يرفضون مغادرة الجزيرة الحياة أفضل هنا على البر الرئيسي لا أتمكن من التحرك كما يحل لي وسأجبر على البقاء في المنزل ابنتي تعيش في رنونغ وأنا لا أحب هذا المكان لكن اختار كيم وابنه المغادرة سعياً وراء منازل أكثر راحة وسهولة الوصول إلى الأسواق لبيع أسماكهما قرار كان له ثمن أخشى أن تختفي ثقافتنا فاليوم يتعلم أطفالنا الأشياء الحديثة بدلاً منها خبرة أفراد قبيلة تشاولاي أنقذتهم من كارثة تسونامي ولكن بالنسبة للكثيرين أخذت الموجة معها أسلوب عيشهم التقليدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر